هنشوف مع بعض مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأسكار والحيل والمنظمات وكل حاجة محتاجاها لبيتك أو مطبخك هتلاقيها في قناتي وكل طرق الحصول على الأدوات دي سهلة جداً وبسيطة ولو أنت متواجدة في مصر فالموضوع سهل جداً تقدر تحملي أبليكيشن أمازون مصر وتجيبي كل المنتجات اللي أنت محتاجاها لبيتك ولو أنت بره مصر تقدر تطلبيها من على تطبيق أمازون أو تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق نون وفي نهاية الفيديو هقولك على كذا طريقة معتمدة تقدر تجيبي من خلالها كل الأدوات اللي أنت محتاجاها بكل سهولة ولو حابة تشوفي أدوات تانية كتير ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام بييجي مكون من كذا درج بأحجام مختلفة فوق بعض كده بالشكل ده تقدر إن انت تنظم بيه مختلف أدوات الحمام زي المنازيل أو الفيوت أو الشامبوهات أو الكريمات وغير كده كمان هو بيبقى مزود بعجل يعني تقدر إن انت تحركي بكل سهولة في أرضية الحمام هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر إن انت تستبتي على أقدار الحمام بكل سهولة وتنظم بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصة من تحت يعني أي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصة الموجودة في المنظم ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكليات وهي بتيجي بأحجام مختلفة تقدر إن انت تنظم بيها الرز أو السكر أو الدقيق أو مختلف أنواع المكارونات او تقدر تنظامي بها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظاميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة لتقطيع البطيخ والاناناس والشمام وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدا وزي ما انت شايفة كده استخدامها بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا بتساعدك وبتسهل عليك ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او اللحمة او الفراغ بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا معانا حامل او منظم تقدر ان انت تثبتي على اقدار الحمام وتنظم عليه المناديل او ادواتك زي الكريمات او الشامبوهات او العطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتي على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحط فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا رفة تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشامعات او المشابك بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزيها بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر ان انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بعد كده انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه بعد كده هنشوف عندنا اداة ازالة الوبر الورقية وهي بيجي فيها جزء تاني كده تقدر ان انت تستخدميها لازالة الوبر او الشعر من على مختلف انواع الملابس او المفارش او الكنب او السجاد وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر تستخدمي منها كميات مناصبة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر ان انت تنظمي بيها البطاطين او اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضه ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في الدولات هنا بقى معانا منظم او دولايب كبير كده وهو بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في المطبخ وتنظمي بيه كل الحلل او كل الاجهزة الكهربائية الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او اسفنجة الموعين او السلكة هنا هنشوف مع بعض عندنا كوفر مصنوع من السيليكون طبعا الكوفر ده بيجي متوفر كده بكذا لون تقدر ان انت تختاري اللون المناسب ليكي وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على كرسي الحمام وغير كده الكوفر ده بيبقى سهل جدا في التنظيف وهنا معانا كوفر للموبايل طبعا الكوفر ده بيحميلك الموبايل بتاعك لو انت رايح البحر بيحمولك انه ما يوصلت ليه اي ميا وهنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على الجدار وتنظم عليه الشامبوهات او الكريمات وما تلاقيش الادوات دي بتبقى ثابتة جدا على الجدار وما بتتأثرش بالميا وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده هنشوف عندنا اداة تثبيت او منشر تقدر ان ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتنشر عليه الشامعات او الهدوم زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معي فرشة بتساعدك ان ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك هنا بقى عندنا المأشرة اللي تقدر ان ان انت تقشر بيها مختلف انواع الفكهة او الخضار بطريقة بسيطة جدا وسهلة وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبيت عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نضيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب بعد كده هنشوف عندنا الطاعة تقدر ان ان انت تقطع بيها الخضار او الفكهة او اي حاجة انت عاوزيها على شكل شرايح متساوية بطريقة بسيطة جدا وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبيتي على اقدار الحمام بكل سهولة من خلال اداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر ان انت تنظمي به الشامبوهات او الكريمات او العطور هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه بحيث ان هو يتناسب مع حجم حود المطبخ عندك وبعد كده تقدر ان انت تنظمي به ادوات تنظيف المواعين زي الليفة والسلكة او فوتوة المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضار طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تقطع بيها مختلف انواع الخضار باشكال كتير قوي بعد كده هتعالي نشوف مع بعض عندنا الصبانة اللي تقدر ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليها الصبون وهي بيبقى فيه منها اشكال والوان كتير قوي هنا بقى معانا منظم او دولايب كبير كده وهو بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في المطبخ وتنظمي بيه كل الحلل او كل الاجهزة الكهربائية الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعالي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عامل الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسبكم في رعاية الليل اشتركوا في القناة